بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية احسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا في الدنيا ولا يوم العرض عليك وهب لنا عملا صالحا نفوز به لديك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد عين الرحمة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر وعلى آله وصحبه أجمعين وقفنا مرة مضت عند قول الفقهاء بأن ترداد وتأكيد اليمين إذا كان لشيء واحد بقصد واحد في مكان واحد وزمان واحد فإن له كفارة واحدة لأن المسألة إنما هي يمين على شيء واحد أراد أن يؤكده بتكرار يمينه عليه وذكر الإمام ملك قال إنه إذا قال والله لا آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذا البيت هذا يتردد كثيرا على ألسنة الناس قال إذا قالها في جملة واحدة معطوف بعضها على بعض فإنها يمين واحدة في جملة واحدة فعليه كفارة واحدة إذا هو حنيث إذا قال عن أشياء متزامنة ومتلاحقة ومعطوف بعضها على بعض كان يقول والله لا آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذا البيت في جملة واحدة حلف عليها بيمين واحدة فإن عليه كفارة واحدة ومثل هذا قول الرجل لمرأته قول الرجل لمرأته أنت طلاق إن كسوتك هذا الثوب وعلي الطلاق إن كسوتك هذا الثوب وأذنت لك إلى المسجد إن كسوتك وأذنت لك إلى المسجد هذا يكون نسقا متتابعا العطف عادة وعطف النسق الشيء على الشيء على الشيء على الشيء يعطف بالواو فقال إنه يكون نسقا متتابعا في كلام واحد وإن حنث في شيء واحد من ذلك فقد وجب عليه الطلاق وليس عليه فيما فعل بعد ذلك حنث ليس عليه فقط إذا حنث طلقت زوجته لكن بقية ما قال لا معنى لها ليس عليه فيها كفارة إنما الحنث في ذلك حنث لا يتعدد وفقه يقولون إن حلف بالطلاق أنه يقع الطلاق إن هو حنث وفعل ما حلف عليه ما ذكره قال مالك رحمه الله الأمر عندنا في نذر المرأة أنه جائز عليها بغير إذن زوجها فالنذرة أن تفعل خيرا تتصدق بصدقة أن تصلي صلاة أن تصوم صوما أو تفعل أمرا من الأمور بغير إذن زوجها قال إذا لم يأذن لها زوجها فإن النذر هذا يجب عليها ويثبت إذا كان ذلك متعلقا بها وبعملها هي كالصلاة والصوم الصدق من مالها الخاص هذا متعلق بها في جسدها ولا يضر زوجها فلا يحل له منعها منه الزوج أيضا لا يؤمر بأن يمنع زوجته من النذر لأن فيه أجر وستنال ثوابه ولهذا لا يمنعها منه أما إذا كان يضره فله أن يمنعها إذا كان هذا الأمر يضره كتقصير في حقوقه أو أنها تأخذ من ماله بغير إذنه أو شيء من هذا القبيل الذي يضره فإن له أن يمنعها من نذرها لكنه يبقى في ذمتها إن نذرت يبقى النذر في ذمتها إلى أن تقضيه لا بد لها من قضائه ولا يسقط عليها بأن يأذن لها أو تتأيم منه إذا كان مع طول الزمان أذن لها فإنها تقضي نذرها وإذا مات وبقيت بعده فإنها تستطيع أن تؤدي نذرها بعد وفته فإن كان في مالها الخاص فلزوجها أن يمنعها ما زاد على الثلث أما ما دون ذلك فليس له فليس له أن يمنعه هنا يقول باب العمل في كفارة اليمين قال يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرض رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عطق رقب أو كسوة عشرة مساكين ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام هذا المذكور عن سيدنا عبد الله بن عمر قال من حلف بيمين فوكدها قال أيوب قلت لنافع ما معنى التوكيد ما معنى أنه حلف بيمين فوكدها قال أن يردد اليمين في الشيء الواحد يحلف عدة مرات وهو يؤكد اليمين ويعقد النية واليمين منعقدة مؤكدة ثم طر إلى أن يحنث لا يستطيع أن يؤدي ما حلف عليه مؤكدا قال فعليه عطق رقبة هذا غير موجود في زماننا الذي نحن فيه وعطق الرقبة لا يوجد عطق للرقبة لكنه أو كسوات أو هنا تفيد التخير كسوات عشرة مساكين ولا يكفي عنده الإطعام قال إما أن يعتقى رقبة الرقبة الآن غير موجود فعليه أن يكسوا عشرة مساكين أن يلبسهم ما يسطرهم عشرة مساكين ولا يكفي عنده هاهنا عند نافع لا يكفي لا يكفي وعند عبد الله بن عمر لا يكفي أن يطعم المساكين بل لابد أن يكسوه ومن حلف بيمين فلم يؤكدها أي لم يكررها ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة ونحوه والله تعالى قال من وسط ما تطعمون أهليكم وكأن الأمر يتوسط فيه لا هو من الأعلى ولا هو من الأدنى وإنما هو من متوسط الطعام فمن لم يجد إذن في الآية اليمين أولا الكسوة ثم بعد ذلك يأتي الإطعام فمن لم يجد إطعاما لا كسوة ولا إطعاما فإنه آنئذ يصوم ثلاثة أيام أي تلك كفارته ولا يشترط أن يتتابع الصيام ولكن الناس في العادة يتابعونه لكنه ليس شرطا هاهنا كثير من الناس ما إن يريد أن يحنث عن يمينه يذهب مباشرة إلى الصيام والحقيقة أنه قبل أن يذهب إلى الصيام يجب عليه إما أن يكسو وإما أن يطعم ثم بعد ذلك يأتي يأتي الصيام حينما لا يتأتى له ولا يجد ولا يكون عنده ما يؤدي به ذلك الخيار الأول وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من الحنطة وكان يعتق المرار إذا وكّد اليمين هذا سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله وتعالى أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من الحنطة ويمن الحبوب التي تكون غالبة قوت أهل البلد وكان من قمح أو من شعير أو من حنطة أو من تمر أو شيء من هذا القبيل وكان هنا يقول يعتق المرار أي يعتق أكثر من مرة حينما يؤكد اليمين وفي نسخة كان يعتق مرارا إذا وكّد في اليمين ولكن هذا على مذهبه على مذهبه وليس على المشهور وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدًا من حنطة بالمد الأصغر ورأوا ذلك مجزئًا عنهم قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة أنه إن كسى الرجال من المساكين كساهم ثوبًا ثوبًا وإن كسى النساء كثاهن ثوبين ثوبين درعًا وخمارًا وذلك أدنى ما يجزئ كلًا في صلاته ها هنا أيضًا شيءٌ من التوضيح لما سبق هنا سيدنا سليمان بن يسار قال أدركت الناس والناس هنا إنما هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين قال فيهم أولئك الناس أولئك الناس أي الذين يستحقون التقدير والاحترام والتشريف والذكر الحسن لأنهم تركوا بصماتهم في التاريخ تركوها باقيةً إلى يوم القيامة والناس يذكرونهم ويأتسون بهم وهم كانوا قد اتسوا بالنبي عليه الصلاة والسلام قال أدركت الناس يعني الصحابة أنهم إذا أعطوا الطعام أعطوا مدًا من حنطة من حنطة أي من قمح بالمد الأصغر وهو مد النبي عليه الصلاة والسلام غير مبسوطة ولا مقبوضة أي متوسط لأن جميع الكفارات به ما عدى الظهر وقال مالك أحسن ما سمعت في الكسوة للرجل ثوب وهو عباء تسطره إذا صلى بها وللمرأة ثوبين ثوبان هنا الدرع الذي تغطي به والخمار الذي تختمر به نعم فتغطي جسمها وتغطي رأسها هنا درع وخمار أما الرجل فيكفيه عباء تسطره ويصلي بها والمرأة أيضًا ما تصلي به وهنا يعطى على وجه الكمال وأما الواجب هذا الواجب هو سطر العورة تقطى ما تسطر به ما يسطر به المسكين عورته ولكن الأحسن أن يؤطي الإنسان كمالًا بحيث أنه يؤطي ثوبًا يستطيع المسكين أن يصلي أن يصلي فيه سواء كان رجلاً أو امرأة باب جامع الأيمان ها هنا حدثني يحيى عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركبٍ وهو يحلف بأبيه فقال صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت هذا أمرٌ كثيرًا ما يذكر به الوعاظ والأئمة يذكرون به الناس ويقولون من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت وكثيرٌ من الناس يحلفون بآبائهم ويحلفون بأمهاتهم ويحلفون بمن يقدرون ويحترمون ويوقرون من قرابتهم أو ذويهم أو من يعرفون فهنا نهى الشارع عن الحلف بالآباء لأن هذه العادة هي عادةٌ جاهلية كانوا يحلفون بآبائهم والحلف يقتضي التعظيم والتعظيم عادةً لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى هو الذي يحلف به وهو الذي يستحق أن يعظم وأن يرفع جنابه ومقامه في نفوسنا وقد قال ابن أبي شيبة عن إكرمة قال عمر حدثت قوماً حديثاً فقلت لا وأبي واللا وأبي هنا قسم ولكنه أقسم بأبيه قال لا وأبي فقال رجل من خلفي لا تحلفوا بآبائكم فالتفتوا فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك والمسيح خير من آبائكم لو أن أحدكم حلف بالمسيح لهلك والمسيح خير من آبائكم قال ابن حجر الأسقلاني رحمه الله هذا النص مرسل ولكنه يتقوى بشواهد غيره وأما ما ورد من قوله أفلح قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق أفلح وأبيه إن صدق وقوله لأبي بكر في السارق الذي سرق حلي ابنته وأبيك لأنبئنك أو لأحدثنك قال الزرقاني رحمه الله هي مصحفة عن والله إنه قال والله وقال النووي والبيهقي هذا النووي مما جرى على الألسنة يعني كانه من اليمين اللاغية مما جرى على الألسنة ولم يكن يراد به القسم لم يكن يراد به القسم ولا الحلف والنهي إنما هو لمن أراد وقصد أن يحلف بأبيه أو بجده أو بأمه أو بخاله أو بذويه أو قربته وفي الترمذي والحاكم قال ابن أمر سمعت رجلا يقول لا والكعبة فقلت لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك وقال الزرقاني التعبير هنا للمبالغة في الزجر والتغليض على ناس الذين يحلفون بغير الله الذين يحلفون بآبائهم لكن هذا لا يمكن أبدا أن نقول بأنه كفر ولا أن نقول بأنه أشرك ولا أنه خرج من الملة بل يجب أن نضع نصوص في سياقها وأن يفهم من المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر وأحيانا كان يشدد في التحذير ولكن كونه يشدد في التحذير لا معنى ذلك أن الإنسان إن قال شيئا من ذلك أنه يخرج من الملة التي أنعم الله بها عليه ومن الإسلام الذي يحمله في جوانعه وفي قلبه ويعتقده ويعبد الله تعالى به قال هنا النهي إنما هو للتحريم أو للتنزيح الشيء إذا اختلف فيه كان الأمر فيه سعى قال بعضهم إنه تشددوا فقالوا إنه للتحريم وقال بعضهم إنه للتنزيح وهذان القولان موجودان عند المالكية وموجودان أيضا عند الشافعية وهم يقولون بأنها للتنزيح مالكية والشافعية يقولون إن هذا التشديد من نبي عليه الصلاة والسلام في الحلف بالآباء والأمهات والأجداد إنما هو للتنزيح ويقول الحنابلة والظاهرية إنه للتحريم ومسألة توفيها خلاف بين العلماء لكن علماءنا من المالكية يقولون إنها للتنزيح والإمام بن عبدالبر رحمه الله يقول إنه لا يجوز الحلف بغير الله لإجماع العلماء بأن الإنسان إذا حلف يحلف بالله والمراد بعدم الجواز عند ابن عبدالبر إنما هو الكراها قال إنه الكراها لأحيانا الناس يسمعون الكلمة فيظنون أنها في غاية تشديدها والحقيقة أن المراد بها غير ما هو ظاهر وقد يدل ذلك على التعميم من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت والمراد بيصمت هنا يسكت في المعتاد قال ليصمت إذا كان حالفاً بغير الله فليحلف بغير الله أو ليصمت لكن علماءنا قالوا إن يصمت هنا ليس بمعنى يسكت وإنما هي بمعنى يمتنع عن الحلف من كان حالفاً بغير الله حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت عن الحلف بغيره هذا هو المعنى أو ليصمت عن الحلف بغيره فالمراد بيصمت ليس يسكت وإنما يمتنع عن الحلف وهو نظير قوله تعالى سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون لم تدعوهم هنا صامتون ليس بمعنى ساكتون وإنما سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون أي لم تدعوهم صامتون بمعنى لم تقوموا بدعوتهم سواء دعمتموهم أم أنتم صامتون والأكثر عند الفقهاء أن اليمين مباحا وقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها فقال صلى الله عليه وسلم إي وربي وقال أقسم بالله وقال أحلف بالله وقال العلماء من بعده والصحابة التابعون وما إلى ذلك مما نقلوا العلماء ألوانا شتى من أنواع القسم التي أقسم بها النبي عليه الصلاة والسلام وقد ورد في القرآن قل إي وربي إنه لحق قل إي وربي أي أقسم برب قل إي وربي ومن حلف بغير الله لم تنعقد يمينه لما ورد فيه من النحي عن الحلف بغير الله من حلف بغير الله مما ذكرنا سابقا من الأصنام أو من المفاهيم عما كالكفر أو الشرك أو النصرانية أو اليهودية أو ما إلى ذلك فإنه ليس مطالبا بذلك والله تعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه فالله تعالى أقسمه الليل إذا يغشى وأقسم بالنار والنهار إذا تجلى وأقسم بالفجر وليال عشر وأقسم بالشمس وضحاها القمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها وأقسم بالعصر إن الإنسان لا في خسر إلى آخر ذلك فقسمه كان موجودا وهو مبثوث في مطالع صور القرآن الكريم وأقسم أيضا في قوله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمه استثنى بعض الحنابلة رحمهم الله من عدم عقاد اليمين بغير الله الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا تنعقد إذا حلف الإنسان بالرسول عليه الصلاة والسلام فإن يمينه تنعقد وتجب عليه الكفارة إن حنث لأن النبي عليه الصلاة والسلام يمثل نصف الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله نصف الشهادتين للنبي عليه الصلاة والسلام وجزء الأول لألوهية الله سبحانه وتعالى فقالوا من حلف بالرسول عليه الصلاة والسلام فإنه آنئذ إذا حنث يكفر عن يمينه الشهادة لا تتم إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام فكان له هذا المقام ويقول الإمام زرقاني رحمه الله لا حجة في ذلك يعني هذا الكلام الذي قالوه لا حجة لهم فيه والخالق سبحانه وتعالى يقسم بما شاء والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق وهذا كأنه نوع من مراعاة مجمل النصوص التي أمرت المؤمنة بأن يحلف إذا كان حالفاً أن يحلف بالله أو ليصمت وقال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه والله ما حلفت منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكراً ولا آثراً أي حاكياً عن غيري أي ما حلفت بأبي هو قال له صلى الله عليه وسلم لما سمعه قال من ورائه من كان حالفاً لا تحلفوا بآبائكم فإن الله نهاكم عن الحلف بآبائكم قال والله ما حلفت منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكراً ولا آثراً أي حاكياً عن غيري أي ما حلفت بأبي عامداً ولا حلفت بأبي وأنا أنقل الحلف هذا عن غيري وكانه يقول ما حلفت بآبائي ذاكراً ذاكراً لمآثرهم وما يتمتعون به ولا حلفت أيضاً وأنا وأنا أحكي ذلك عن غيري فالمسألة إذن واضحة تمام الوضوح ومقياسها إنما هو من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت هذا ما ذكره علماؤنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الخير وأن يلطف بنا فيما جرت به المقادير وأن يهيئ لنا من أمرنا رشداً وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين